اشتركوا في القناة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث نقل سموهما الى جلالة الملك المفدة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب البحرين دوام الخير والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية حول العلاقات الاخوية المتأصلة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الامارات وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين وعبر جلالة الملك المفدة عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان مؤكدا متانة العلاقات والروابط الاخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الامارات لدى مملكة البحرين والشيخ محمد بن حمد بن طحنون رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي رئيس مجلس إدارة 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 م